بالتزامن مع يوبيلها الماسي ومرور 75 عاما على تأسيسها احتفلت كلية طرسانطا بتكريم طلبتها المتفوقين ومعلميها القدامى الذين خدموا فيها لأكثر من 20 عاما جرى ذلك برعاية كريمة من الرئيس العامل رهبانة الفرانسيسكان قدس الأب فرانشيسكو باتون وسفير الكرسي الرسولي للفاتيكان المونسونيور جوفاني دالتوزو ومدير عام كلية طرسانطا قدس الأب رشيد مستريح شهد الاحتفال قدس الأب إبراهيم فلتس نائب الرئيس العامل رهبانة الفرانسيسكان وعدد من الرهبان والرهبات وأولياء الأمور وأعضاء أسرة الكلية الإدارية والتدريسية تخلى للإحتفال الذي يقيم على مسرح الكلية تدشين مبنى التوسعة الجديدة لمباني الكلية إضافة إلى تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية من أداء طلبة الكلية الذين عبروا فيها عن مشاعر التضامن مع أطفال غزة والحزن على ضحايا الحرب الأبرياء متمنين من الله أن يعم السلام عليهم وعلى العالم أجمع إضافة إلى كلمات الطلبة المكرمين باللغة العربية والإنجليزية استذكروا فيها كل من ساهم في تفوقهم وإبداعهم ثم ألقى مدير عام الكلية الأب رشيد مستريح كلمة عبر فيها عن فخره بالطلبة المتفوقين ووصفهم بأنهم رائعون ويستحقون الأفضل كما أعرب عن اعتزازه بالمعلمين القدامى الذين حملوا رسالة السلام والخير وساهموا خلال مسيرة عطائهم بتربية وتعليم أجيال متميزة خدمة الوطن على مر السنوات وبعد الاحتفال تم تدشين ومباركة مبنى التوسعة الجديدة الذي أنشأته الكلية هذا العام والمؤلف من ثلاث قاعات للنشاطات وصالات للاجتماعات والأنشطة المدرسية ومن ظل للطلاب في الشتاء والصيف ومن ثم تبادل حضور التهاني في جو أسري مليء بالبهجة والمحبة